زي ما احنا متعودين الاهلي بيقفل الصفحة وبيقفل الصفحة بسرعة طبعا تقفلت خلاص صفحة السوبر والفرحة والاحتفالات وغيره ولو انها كانت فترة وصيرة لكن احنا بنستعد للدخلية في الدوري وبدون راح زي ما حضراتكم اكيد متابعين وحنتكلم عن فنيات كتيرة ومش بس فنيات كواليس وحنتكلم عن التاكتكس وحنتكلم في ما هو قادم وحنتكلم عن بعض التخوفات وحنتكلم عن ملفات اعتقد في غاية الاهمية على كل حال مش هقولها دلوقتي كلها على مدار الفقرة حضرتكو تابعونا خلينا نرحب بكابتن سديق الجمال نجمى الاهلي السابق اللي حيكون منورنا النهاردة في هذه الفقرة صباح الفل يا كابتن سديق صباح الخير يا نهواند صباح الخير يا كريم صباح الفل ازاي صحاتكو وحشين والله والله يا حضراتك اللي ديك وحشة كبيرة والله سعد دايما لما تكون منورنا ربنا يا خليك هي من ناحية اي نعم صفحة الصفر تقفلت لكن ده برضو بمنعش ان احنا نعرف من حضرتك رؤيتك كيف رأيت هذه المباراة طبعا قبل ما نتكلم على الصفر طبعا حب عزي كابتن سيد معوض اللاعب النادي الاهلي ولاعب منتخب مصر في وفاة الست الوالدة ربنا يرحمها ويجعل مسواها الجنة وان شاء الله يكون اخر الاحزان بالنسبة للسوبر طبعا انا يعني نهواندي بتقول انا اقفل الصفحة انا مش عايزة تقفل لسبب واحد يعني اي حد بيكسب مطش بيعودوا عليه فترة كبيرة جدا جدا انا بناخد بطولات كتير وبيعمل انجازات يعني محدش يقدر يوصل لانجازات النادي الاهلي وعندنا كنترول على الفرحة وعندنا كل عباس انا شايف ان اي حد تاني بيكسب مطش ولا مطشين بيبلغوا في الفرحة وبيكبروا الدنيا فانا من حق جميل النادي الاهلي ما تقفلش الصفحة تفرح وتكون مبسوطة جدا بأداء الفريق بوجود مدرب على مستوى عالي جدا جدا ومن اهم المكاسب الحمد لله الفترة اللي فاتت وجود مدرب زي مصر كولر اضافة كبيرة جدا للنادي الاهلي والنادي الاهلي طبعا اكيد اضافة لي من اول يوم راجل ما جاء من المطار او متعاقد مع النادي حضرك تفضلت قبل كده وكريم ان هو يوصل على الملعب مختارة تيتش فدي بتديك حق او احساس الراجل ده جاي يشتغل عنده شغل وعنده ميشن معينة وما بيهزرش ولطيف من الدقيق الاولى وفكرة ان هو حتى في الراحة فترات الراحة اللي بتبقى ليه الفريق هو بينزل صور على تويتر وغيره يقولك انا ما برتاحش الفريق هو اللي بيرتاح كل دي بتبقى رسال مطمئنة كابتن سنتيق والجميل نادي الاهلي دخلت معاه في الموت بتاعه على طول معندهش هزار تركيزه عالي جدا جدا حتى لو ما يكون مفيش حد معاه في المعسكر او لعيبة مش متواجدة وهو بلد تانية او بيتمرم مثلا في ملعب الاهلي السلام بيتطمن على اللي بيتمرره في الجزيرة يعني ملم بكل حاجة ودي برضه هتسبب له نجاحات هتب حاجة ايجابية جدا جدا ليه الراجل اشتغل مع النادي من اول ما جاء بيشتغل بجدية ومركز تركيزه عالي جدا نقل التركيزه للعيبة العيبة النادي الاهلي على طول لايبة بتركز بس اللي ما يشوفه مدرب صارم وبيركز اللعبة على طول هتندمج معه وهيبقى المحصلة النائية تبقى فيه حاجات ايجابية للنادي بداية من كتقييم يعني مشانا اللي بقيم لوحدي انا بقول وجهة نظري كمشجع للنادي الاهلي بداية من المبارات الفريد تونسي اتحاد المونسيري مباراتين عملهم على اكمل وجه صحيح داخليا وخارجيا تشكيل كراءة ملعب تغييرات المكان فيه مكاسب كتير نتكلم عليها بالنسبة لعيبة كتير المبارات الودية المبارات الاتنين بتوع بطولة الدور العام فلما نيجي المحصلة اللي تيجي تقيمه لأ نجح فيه بصمة بس ده برضو ما منعش البعض من الناس انه يقول لحنا معناه ان احنا ما نقدرش نحكم عليه قوي من ماتشين بتوع الاتحاد المنسيري ولا حتى الماتشين بتوع الدوري وان المحك الرئيسي هيكون لقاء السوبر والمناسبة بنتمنى له اكيد الشفاء العاجل هو وكابتن علي معلول لانه عندهم برد شهر حسدناهم الله والله العزيزي عندهم برد يعني مستر كولر وكابتن علي معلول اللي بنتمنى له مش فائل العاجل يعني العاجل جدا احنا محتاجينه بسهوا برد دور برد ان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا يا شيوم يعني انا بتكلم على التقييم مش تقييم عام للموسم كله او الفترة اللي هو يالسي بس في حاجات بتبقى دلائل كده من الاول بتديك احساس ان في مؤشرات نجاح اول رسائل الطمأنة لحضرتك شخصيا قريتها كانت ايه اول منازل الملعب من اول يوم ما جي فيه راجل مدرب معاسي فيه عالي جدا وفكره عالي جدا وجاي مركز فالشغل بان من البدايات في مؤشرات للنجاح بيجي مدرب تاني ممكن بداية شغله انت بتي بقى متوترة جدا من نتائج من التدريبات من المعاملة مع اللعيبة من الجو يعني الاحساس بيبان انت نفسيا حتى بترتاحي انت بيجي مثلا بتعملي حلقة وتحس ان انت مرتاحة مع الضيف في الاخر بتحس ان انت عملت حلقة كويسة لو مش مزبطة الدنيا معاك هتقول ايه الحلقة دي عدت مني مكادش المفروض يحصل كذا او كذا انما الشغل الجماعي والرجل زي مقلت حضرتك عنده فكر عالي جدا فانا مؤشرات بتقول ان هو راجل مدرب كويس جدا وان شاء الله يبقى عنده نجاحات كبيرة معتيه من نادي الاهل بس انا قيمته على المباريات لان الكورة نتائج بعد ما عمل الماتشين بتاع افريقيا وعمل الماتشين الدوري الناس كانت مستعجلة تقول لك عايزين سكور لا هو بيلعب بطريقة لعب اكتشف لعيبة يعني اكتشاف جديد لمتولي طبعا عبد المنعم ماشي كويس لما كان في المنتخب التوظيف بتاع لعيبة طاير محمد طاير مش ذلك كان بتاع الفترة اللي فاتت فتحس ان الراجل عنده حاجة هيطلعها من لعيبة النادي الاهلي بالذات اللي هم عندهم امكانيات وبعدين ما بيجملش ما بيجملش لان المدرب الاجنبي بيتحمل مع شرطه فانيلا اللعيب ده بقى لسه جاي النادي بقاله خمس دقيق اللعيب ده في النادي بقاله عشر سنين لا ما بيشتغلش كده بشتغل الوحدات التدريبية الانضباط التكتيكي في الملعب المرونة التكتيكية اللي عند اللعب هو ده اللي بيخليه يعتمد على اللعيبة المواقمات فهم اصلي عشان برضو ايه الجانب النفسي يعني البعد النفسي ساعد ينظر مدير الفاني انه يعمل موازنات معينة عشان يمشي المركب بالنسبة للعيبة يعني مثلا او في قيادة الفريق مثلا او في الناس في الاسكور او الناس اللي برا هو في النادي الاهلي بالذات يعني مش عايز اتكلم على اي اندية تاني بيدوا صلاحيات كاملة للمدرب من اول ما بيتعاقد مع النادي حتة التشكيل حتة ان يختار ده او يقعد ده يعني انت في وجه نظرك انه متولي كان يزر بالسرعة دي او كان يلعب متولي كان بعيد كان فيه اصابات بعيد عن الفرمة بتاعت اللعب ما كانش لما لعب دلوقتي متولي عمل حالك كويس جدا جدا الحتة اللي وراء زي مكان بدر بنون او الناس اللي كان بتلعب في المكان ده دي ما تقللش من ياسر ما تقللش من ايمن اشرف بس هو اللي على الساحة دلوقتي توقف على اللي متولي عام المباراة الصبر والاروح مباراة اللابلية لانه بيبني الهجمة من تحت وعنده فكرة عالي جدا بيسلم نص الملعب لعيب كورة فطبعا ممكن ده كان بعيد جابه طاهر كان بيلعب بيمشي على سطر ويسيب سطر هو كتوظيف موظفه ومديله صلاحيات وكمان مديله ارتياحية بالنسبة لأداءه ما انت ممكن تبقى تلعب تحت ضغط مش هتبدع فهو المدرب شايف مين يلعب مين الفترة دي بعيد سوى بالمجمل مباراة الصبر اتعامل معاه باحترافية بزكاء عالي جدا النقطة النقطة فقية هو مش بيجامل لعب على لعب هو بيشوف اللعب مين المحتاجه دلوقتي الأصلح في التوقيت بزرط حتى بقى لو هو حد يصاعد من الناشئين أو غيره ده النقطة اللي قالر فعلا بصراحة تحسب ليه يعني وهو من أول ما جيه برضو هو أتكلم قالك أنا مليش دعوة مين لعب قديم ومين لعب جديد دي كالتصريحات هو حتى اتكلم عنها فده نقطة تحسب ليه بصراحة طبعا لأن المعاملة طيب أنا قلت أول بداية كلامي قلت إيه ما قلتش أسامي لعب أقولك اللي جاي النادي بقى له خمس دهائق زي اللي قد بعد عشر سنين فهو عايز ينجح فاللي بيحقق نجاحات بيكون عادل في كراراته في اختياراته في تغييراته فهو تحامل مع عبرات السوبر فيه دوء عنده سببات فعالة عالي جدا يعني احنا جبنا الجون الأولاني المدرب هادي جدا جدا ومركز في الفرقة والتغييرات اللي في الملعب اللي حاجات التكتكية تعامل مع الزمالك باحترافية في حتة فرقة الزمالك فرقة كويسة ونهيين كويس الموسمين فعنده عناصر كويسة ما كانش الزمالك عارف يعني يعدي معانا احنا كان عندنا خط دفاع ولا أروع فدي برضو تعتبر زكاء جدا ما أنا بقولك ما دي تحسب المدرب تعامل مع فرقة الزمالك مفتيح اللي ببتاعتهم قافل عليهم المساحات اللي هم بيجيدوا في تحركاتها بيجوا من تحت إن كان زيزو أو إمام عشور أو حتى شيكبالة اللي ما كان منزل نزل شيكبالة يعني كل التأدير والاحترام لي كأنه يعني ما عملش حاجة نفس الكلام إمام عشور كان خارج الخدمة يعني يعني مش داب ليه بقى في لقطة كمان ما تتنسيش لعمر السلية فقطع الكورة من الكورة اللي بيجتهر بيجي كبال عمر محمد فاتحي فكل ده ما جاش من فراغ من المدرب بتاعنا حط الطريقة المناسبة التكتك العالي اللي هو حطه ما خلاش فيه مساحات ليهم إحنا كان فيه امتلاك للكورة برضو التغييرات كانت موفقة جدا لما قفش نزل كان لازم حدي عندنا يقف على الكورة عشان هما ضغطوا علينا الضغطة بتاعتهم لازم حدي عندك يمسكوا الكورة يقف عليها دي بتعاملهم بتعاملهم أحباط فأنت بتتنقل الكورة لنا جبنا الجوني التاني لو فيه ربع ساعة النادي الأهلي كان جابت التاني والتالت ومع كل التأدير واحترام لفريق الزمالك مهما يكون فيه غيابات حتى لو كاملين اليوم ده كان بتعاملنا النادي الأهلي بدنيا فنيا كل حاجة ومش بس كده كابتون سيدي انت شفت الفريق بتاعك بتعلم من أخطاء قبل كده يعني زي ما كريم قال على حتة عمر السولية مع عمر السولية كان لما شيكبالة بينزل لو هنتكلم شاية فنيات كان بيقطع بيعرف يعدي من عمر السولية معرفش يعدي وده تعلم من الأخطاء معرفش يعدي ماتشل سوبر عمر السولية كان قاطع عليه هو مش عمر بس مش عمر بس بس انا هتكلم تحديدا عن عمره شيكبالة مش عمر لسبب لأن عمر حضرتك هو بيلعب في نص الملعب يعني بيلعب في حتة الديفندر هو وديانك بس لما دخل قبل كده شيكبالة لما كان بينزل في آخر تلت ساعة كان بيعدي من عمر ها بكلم عن الفات هو المفروض يكون فيه مساعدة أو مسندة من عمر للعيب اللي هو ناحية الشمال علي معلول أو أي من أشرف لأن شيكبالة لما كان بيتفوق أو سجل في بعض اللقاءات كان فيه مساحات كبيرة كان بيستغلها اتقفل بقى عليه اتقفل عليه هو ده المدرد شايف مذاكر الزمالك افلهم يعني كل حاجة اتقفلت زي يقوله مية ونور فطبعا هما العملية لويشت برضو رغم أن هما ممكن يكونوا جادة فرصة أو فرصتين بس برضو الأهل كان متفوق جدا سواء في الفرص أو امتلاك الكرة أو توزيع اللعب فأنا قلت لحضراتك من أوله بتاعي يوم بتاعي مش كورة بس والله في الحياة أي يوم تقوم الصبح كده تصبحها لحد أنت بتحبيه هتلاقي الدنيا حلوة كلها اليوم كله بتاعي كويس أيما مقفلة هتلاقي اليوم يضلي يا ترى بكرة بقى إن شاء الله حبق يوم حلو وليه الوضع بكرة نحن نصبح على حد من نحبه والله ونعرف برضو من حدك التوقعاتك لهذا اللقاء ورؤيتك للمستجدات في الدخلية نفسها لا الدخلية طبعا عاملين فريق جديد جايبين صفقات كلها محلية جايبين بعض القعبة الأفارقة بس طبعا المجمل كامكانيات فنية هم بعيد طبعا عن إن هم يكونوا قريبين من مستوى النادي الأهلي النادي الأهلي فيه ميزة كويسة بيفصل من البطولات اللي بلعبها وبيعمل احترام لأي منافس سواء بقى فرقة جديدة فرقة صغيرة زي ما كان بلعب أسوان مركز جدا جدا وعارف أن اللعيبة عندهم البدن كويس وبيدروا الفرقة الصغيرة بيتعطى بالفرقة الكبيرة لأنه بلعبوا بطريقة دفاعية بحتة من تلتين الملعب اليوم بيقفلوا فالأهلي طبعا مستعد للمباراة ستادات جيد جدا جدا وبيفرق بقى خلاص البطولة تقفلت بالنسبة للمدير الفني يعني بالنسبة ليه نحن كهلوية نحن فرحانين بالصبر لحد ما البطولة الثانية تيجي فهو مركز في المباراة دي تلاتة بونط طبعا بالدوري مهم جدا جدا أنت ما تفقتش نقاط فالأهلي مركز في المباراة استعداد بدنيا وفنيا عالي جدا جدا بعد ما نهى الصبر أكثر جهوزيا واللعيبة مركزة ودوقتي المنافسة مشروعة ومنافسة كويسة جدا جدا بين اللعيبة تخيالي البنك عليه اللعيبة كنت بتلعب أساسيين اللي هو الاحتياط فلما يكونوا برا في ناس برا فدي هتخليه شد ويتعب وفي التمرين عشان يخش مع العيبة اللي بتلعب فالمدرب مركز في المباراة الداخلية وان شاء الله بإذن الله نكسب والتلاتة بونط نبقى عندنا تسعة والمنافسة من الأول ما نفقتش أي نقاط وأنا شايف التركيزة عالي جدا جدا الحمد لله السفر طبعا التدريبات بسم الله ما شاء الله يعني التدريبات على مستوى عالي مفيش راحة الناس جوم من الإمارات جوم على الملعب أيوة ناس اللي ما تمرنتش أو ما لعبتش هناك جوم تمرانه ويزوده والراجل زي ما قلت منصف يعني اللي بيشتغل معاه وبيقدي تكتكيا كويس وبدلين يواف على الليه هيلعب هو اللي بيحظي صحب زي ما أنا واند قالت العيب صغير ألفين وواحد آآ آآ الفين واربعة كويس هيلعب بالزبط قبل الكبير اللي هو ميكونش لسه دخل فورما كويس أنا عند بيقى سؤال وده ملوش حل فضل ليش بقى ملوش إجابة م troubles كل برنام lapse كل برنامج تقوليلي أنا أقول جكوا كابتة صديق بس ملوش حل أه يا أقل ترى قبل كده والله طي أصدر حتكلم في ملف تكلمنا كثير ومطروح وفعلا حاليا ما فيش تغيير على الأرض يعني شفنا أستاذ مثلا هزعم حضراتكو دلوقتي عامل ازاي تعال بقى نروحنا نلعب الداخلية في أستاذ السويس طبعا نلعب في السويس طبعا حيبقى فيه فارق كبير جدا وحتى لو تكلمنا أنا بس عايز أتكلم على الأستاذات والفرق وإزاي الملاعب يعني وإزاي نطور الملاعب أنا عايز أتكلم على الملف ده وأعتقد أنه هو ملف لازم نتكلم فيه احنا عندنا ملاعب كويسة أمش بكلم بس على أستاذ السويس طبعا لا فيه كذا ملعب أستاذ الكاهرة أستاذ الجيش أستاذات برج العرب عندنا ملاعب كويسة جدا جدا الملعب المصري ملعب الإسماعيلي ملعب المحلة بس هي الموضوع كله الإمكانيات المادية والدعم لازم يكون متوفر أكتر من كده لأن الناس دي انت راح شوف دولة قطر كاس العالم التنظيم الملاعب حاجة تفرح دي مش من فراغ ما قاموش يعني تاني يوم لقوا الملاعب كويسة بيصرفوا بيهتموا فيه تخطيط فيه تنظيم فيه حاجات هندسية على مستوى عالي جدا جدا اللي يعمل ده كله الأم أو الأب مين الأم والأب بتاع اللعبة اتحاد الكرة فطبعا والشباب والرياضة فكل الحاجات دي كلها لازم يكون فيه اهتمام عالي جدا والناس يعني هي زي ما قلو هي يفكوا شوية الحزان فيه استاذات قريدي اتم بالفعل ده عليها يعني مثلا هنكلم عن الأهلويات بصراحة معمول كويس استاذ السويس بالمناسبة بس مفروض استاذ السويس الجديد اه أنا عارفة انه هو دلوقتي يتطور بشكل كبير انا بتكلم في قط ما ياخد بطبع ان جنرال انا مش بتكلم عن استاذ بعين انا بتكلم ان انا دلوقتي كان بطور اصلا منظومة الكرة في مصر اكيد المصاحب لها الاستاذات المختلفة او الملاعب المختلفة طورت 3-4 ملاعب بشكل كبير جدا حتى اسمهم هتلاقي الجديد ساد السويس الجديد الاهلوي السلام لسه كنا حتى بنفتحه مع بعض من سنتين فيه تطوير بيحصل لكن مش في كل الملاعب واحنا نتمنى ده يبقى مواكب مع فكرة تطوير الكرة المصرية ما دي كمان بتعلي اللعبة بتدي مستوى عالي جدا جدا في كرة القضاء اكيد وتأهلك لاستضافة فعاليات متوارات كميرا وممكن تنظم كاس عالم كل ده يعني انت برضو الدعم يا جماعة الدعم هيفر جميل جدا جدا وكرة لما الملاعب تكون كويسة مستوى اللعب بيزيد تلعب على ملاعب زي الملاعب اللي بره بتشوفها زي الملاعب اللي في الامرات اللعيب بيبدع كرة بتمشي بين بلاي ستيشن اصلا كأنك تلعب بلاي ستيشن كرة بتمشي زي ما انت عايز تعمل الباص كويس ما تروحش ملاعب تلاقي فيه فحرة تروح تلعب مثلا كورنا تلاقي وصبات لعيب ممكن الأنكل يتلوي ممكن الرجبة ده فيه ناس عملت صليبي فيه لعيبة أنا مش متذكر ميمي نادر قلي ملعب بطرول أسيوت عمل رباط صليبي جزي قلب الدنيا ساعتها نستفكر ميمي لعيب نا لا صح صح وبعض الملاعب بتسبب إصابات للعيبة فعشان اكتهد كلنا كمان يكون فيه إمكانيات عالية سواء مادية أو بشرية بشرية يعني الناس اللي بتستلم الملاعب أو الحاجات الهندسية لازم يكونوا على مستوى عالي جدا جدا مش حتة البنى بس البنى المنشأ بتاع المدينة أو بتاع الاستاذ لا الملعب كمان للملعب والصيانة الدورية والصيانة ما كل ده لو أنت بتشرف كويس وجايب ناس كفاءات هتلاقي الحاجات دي عالية جدا جدا فكلنا لازم نكتهد والناس تتكتف عشان يعملوا بنتك كويس خلينا بقى نروح لرؤية حضرتك للنسخة الحالية من الدوري المصري فيه فرق كتير دعمت صفوفها بصفقات جديدة يعني عددهم بيتفاول وبيختلف من فريق للتاني لكن فيه فرق تقريبا غيرت جلدها بالكامل وظهرت لهم استوى كويس إلى أي درجة شايفين الموضوع ده حيبقى له إن إعكاسات طيبة على المتعة المشاهدة بالنسبة لنا وبالنسبة المحبي كرة القدم هل الدوري الموسم ده حيبقى مختلف المنافسة فيه حتبقى أقوى حيبقى صعب التكهن أو التنبؤ مين اللي حيوصلوا على الأقل للمربع الذهبي بس حضرك التنبؤ معروف من ساعة ما الدوري تعامل هو إيه مبدأين أول اثنين معنا أهل زمالك كان إسماعيلي دخل في الصورة المصري ظهر على حلقات كويس شوية وبعدين اختفى الصفقات كلها فيها أندية جابت صفقات أنا شايفة أن أجابي أول فريق استفاد من الصفقات ويأخذ العلامة الكاملة نادر اتحاد سكنداري اتحاد سكنداري حقق تسع نقاط في تلف مباريات عملوا صفقات مميازة جدا لأنه بادي مع الصفقات دي برضو ليها ناسها زي ما احنا كان عندنا البشمان سعد لي زمان الصفقات والحاية دي بتبقى ليها تاكتك معين زي الفنيات بتاعة الكورة نادر اتحاد الأستاذ محمد مستلح اللي وجه له التحية يعني اهتمام عالي جدا جدا كابتن محمد عمر موجود جابين مدرب اللي هو زوران ده مدرب كويس جدا جدا الاختيارات فيها توفيق وفيها دقة هم متصدرين حاليا عشان كده جابوا لعيبة كويسة والمطش اللي فات كذبه وكان فيه 3-4 لعيبة كورة كويسين جدا جدا فيه اللي بره اللي سكور إصابة فيه اللي موقوف وكذبه ويقلب المطش زي يقولوا يعني من واحد جاب 3 جوان فدول زهر عليهم الصفقات المصري عمل صفقات كويسة زهر عليهم الصفقات زي زهر عليهم العزة عشان المصطلح ده ما انت لما بتعمل حاجة جديدة بتبانع عليك طبعا أكيد زي أداء الأهلي جبنا مدارب مربو لحدك هم متصدرين حاليا جبنا مدارب الناد الأهلي ما شاء الله ربنا يوفق الفترة الجاة زهر بقى البشاير إن شاء الله خير لنا يعني إن شاء الله فالمصري جاب صفقات والأستاذ كامل أبو علي ودعم جامل جدا جدا مادية بس برضو أول مطش يعني ايه اتغلبوا ثلاثة من سراميك بس جم بعد كده الأمور اتزبطت وكسبوا المباراة اللي فات الأسوان جايب صفقات كبيرة جدا جدا جايب فريق كامل اللاتايج اتعاكست عليهم بثلاث هزايم جاي الكابتن ربيع يقدم استقالة ما ممكن برضو فيه صفقات بتخدمك من الأول وفيه صفقات العربال ما تتأقلم هتدخل فترة كبيرة فانشاف الدوري الدوري هي بقى أقوى من الدوري اللي فات المنافسة هتبقى منحصل على الثلاثة اللي فوق لو حد ظهر كل الناس عندها طموح وبعدين أنا النجمة اللي طلع أنا عايز المربع يذهب والمربع ده هتلاقي فيه ست فرق عايزين يطلعوا الرابع تبا أنت أقول لها أطلع الأول بس الأول ليه مكومات وليه موصفات وليه إمكانيات وليه هبة فالحمد لله الحمد لله على مدار التاريخ المدر الأهلي نمسك الخشب يعني بيبقى رقم واحد فعلى فترات ساعات الزمارك بيخش حسب الطقس يعني حسب الجو الدنيا مش جزي بس تقول لإسماعيلي بيعت خالص البرامدز بكل الإمكانيات المدية أبسان داونز يعني البرامدز مش سيبت متأرجح إلى حد كبير وفرقة إيه تبقى مش مدياكة طمانين أنهم يأخذوا مثلا البطولة أو بيعافروا برضو خلي بالك غياب الجماهير لفريق حتى لو كانت يقيل بيحمل برضو يعني نجوم وفي إمكانيات مادية كبيرة برضو ما بيخدمش قوي يعني أنا محتاج حد يشجعني حد أنا مع حضرتك بس برضو بس لحظة وحدين برضو مفيش جماهير فرتي أحية مفيش دغطات عليهم بيلعبوا لا معقولة مفيش دغطات عليهم بيتلقوا نقد برضو من جماهير نوادي تانية النقدة عادي النقدة عادي بس جماهير الفريق لو الفريق ماشي مش مش كويس يعني الدنيا كتوال عبور صعي لو كان هابت غلب الماتش التاني مع أسوانا هيل لجماهيرهم العيلة مش كبيرة أو أسوان كل تأدير والاحترام لهم بلد جميلة بس جماهيرهم إليه بس الدنيا ولعت إن الفريق خاشت تلت ماتشات إنما فريق معهوش جماهير ممكن برتفر معاه إنه بيبقى عنده أفانتاج إنه محدش بيضغط عليه إنما الإعلام والصحافة ما أكيد لازم أنا أنا هختلف مع حضرتك شوي أنا بشوف بالعكس دي حاجة بشكل عظيم يعني شيء كارثي إن أنا شخص بلعب ومعنديش جماهير لأن الجماهير لها تأثير ربما بتبقى هي المكسب أو أسباب أو سبب للمكسب يعني في مباريات للي متعود عليها طب ما هم معظم لعيبة بيرمت من النادي من الأهلي والزمالك وغيره اللي هي جماهير بتعتمد عليها هم مجرد جماهير كان بنفسه على الدوري في الموسم مش عارف لقبل اللي فات كانوا ماشيين كواس جدا جدا الند بالند باللولة هم اتغلبوا من الزمالك وتعادلوا وكان مطش برضو فراحوا بعيد وهم كان ممكن يقضل بطولة كان فضل حاجة بسيطة الموسم اللي قبل فات على معطل لا غنى عن الجماهير يا كابتر صديق بطبع الجماهير للناس اللي هي عندها جماهير من الأول المصري الاتحاد السكندري الاسماعيلي طبعا الأهلي رقم واحد الزمالك موضوع المحلة من السادات دي كان بتتملي طبعا بس أنا بقول لك أنا بتكلم على بيرمتزله لأن بيرمتز جديد العهد حديث على الدور المصري بس لعبته مش حديثة ده اللي بقول على كل حال نعدي النظر لا لا مش عايزك بقى أنت يتربحيني كده على الهواء مش مضطرين يخوضوا في ضغط جماهيري نظرا لغياب الجماهير أساسا ايه أنا بتكلم يعني بس حضرك الجماهير لا ما فيش حد ده النفس تعال لعيير واحدين كنت لعب ومجرب طبعا لا إحنا على يومنا كان فيه 70 ألف و 80 ألف للأستاد والدينة كان بتقلب الملعب كلها من المينيا لحد برصعيد كلها كان مليانا جماهير فإن شاء الله ترجع تاني لأنه دي عصب اللعبة ورقم واحد بس أنا دخلنا في تقييم لبيرمتز عشان حتة الجماهير إنما إحنا لازم من الملعب الأقل يكون الملعب مليان طب على ذكر زمان والملعب المليان هل حديدك بتستمتع حاليا بمتابعة الماتشات والدوري والكاس بنفس قدر استمتعك زمان أثناء الممارسة بقوا أنت شخصيا في الملعب بس الطبعة اللي متاخد على الماتشات في مصر الانتباعة اللي متاخد عليهم ما تخش الملعب تلاقيه فاضي بتبقى منزعك يعني أنت مثلا إيه زي واحد مثلا مقصو حاجة فذي رقم واحد بس كورة حلوة في حاجة المنافسة حلوة اللي يكون فيه منافسة على الدوري والفرق كلها قريبا أكتر كوالتي اللعيبة يعني ده تحديد أنا مش بكلم على فكرة اللعيبة الأول كان بيبدوها أكتر من دلوقتي بسبب وجود الجماير يعني اتفرج على الفرق اللي هي بتاعت المحافظات إسماعيلي التحايد المصري كنت كان بيمتاعوا الناس وبالذات الإسماعيلي زمان في التحطط رح عليك تكلم عليها دي أولا ما كانش فيه حاجة اسمان سوشيال ميديا بكل ضغوطاتها بكل منغصاتها لا فيش ولا فيسبوك ولا بتاعه ثمان كانت لسه كرة القدم بخيرها ما أصبحتش يعني المفروض أن هي صناعة لكن هي لسبب أو لآخر تحولت إلى تجارة في النهاية فزمان ما كانش فيه الشق التجاري ده ما كانتش الفلوس بتفسد ما أنا مش عايزين نتكلم لحد إيه من هما الأجيال دي يقولون نحن بصل لهم في حاجة هي كل وقت وكل زمان يعني برضو إيهزة وقلوا ليه ناسه وليه إمكانياته في كل حاجة من الفن مثلا فنان بياخد 40 مليون 50 مليون فيه العمالقة بتاعت الفن هتلاقي الحاجة الهيلا جدا بسي كانت وقتها لها قيمة فكل نفس اللعبة الكورة اللي بياخد دلوقتي غير زمان يعني اللعبة زمان كان بياخدوا حاجات الهيلا بس ساعتها قال لها قيمة وكباد ومشي الدنيا كلها صحيح فكل الواحد ربني يوفق بقى ومش عايزين يفكروا وينبصلوا من الحاجة طيب خلينا روح بقى لفنيات شوية انت عندك منعم ومتولي هذا الثنائي والتناغم الجميل الملعب طبعا منعم دلوقتي مش هيبه موجود طريبا هعمل جراحة في الانف حسب معلوماتي يعني طيب مين معنا متولي يعني نقول مثلا ياسر إبراهيم ولا نقول أيمن أشرف ولا نقول بس حضراتك الحمد لله الحتة دي في المدى الآله ما فيش اي انزعاج منها كويس لدرجة ان حمدي يفتح من كلها في الحتة دي ويتفوق لان تكتكيا بلعبها لما كنا احنا عايزين نكسب المدرب بيشيل سيد دماغ بيرجع حمدي بلعبنا من تحت بزيد في نص الملع في حمدي فتح لو 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 احتاج له المدير الفن في ايمن أشرف ايمن أشرف وفي رامي ربيعة في ياسر وفي ياسر إبراهيم الاربعة ممكن اي حد دي لا ممكن اقربهم ياسر اكثر جهزية مثلا بس دي بترجع للمدير الفن سانة بطمن حضراتك ما تلاقيش من الحتة دي ان في اربعة المدرب مطلوب منه ياخد واحد وفي تلات لطيف ان احنا وصلنا للمرحلة دي لانها عدت علينا فترات قبل كده كان الوضع العام مهترق وعنده كمية غيابات وكمية إصابات وكمية حاجات فتلا عرف تلاقي لعب بديل ولا حتى لعب أساسي كان عندنا إصابة للطريق كله مستشفى مستشفى لان نساعتها احنا كنا مضغوطين في الاستحاقات اللي كان عندنا الأهلي مثلا محلي وقاري ودولي أفريقيا والبطولات اللي هي الدوري أو كاس أو لو فيه أي منافسات تانية تلت عالم كاس عالما دي بعدين احنا كنا بيزنقونا بالمطشط اللي بتتأجل ويجير الصملة كرة بعض فطبعا كل تلات يام مطش احنا يعني فيه فرق في أوروبا بتقع فالناد الأهلي كان بيعاني ان شاء الله ما تتكررش تاني وانا شايف ما ينزعجوش من أي تأثير في مركزة ومركزين لأننا عندنا البودلة كويسة وانا مرد على نهوان دي بالنسبة للمساكين بطمينها ان شاء الله بإذن الله ما فيش مشكلة حلو طب احنا فضلين تقريبا أربع دقايق أنا وكريم مع حضرتك في الفقرة خلينا نروح لمنتخب مع ليش بقى معها هتقعد معنا الحلقة كلها كنت تنصدق هتنوارنا بس لا أنا بضحك لا أنا بضحك خلينا نروح لمنتخب مصر نلحق لأربع دقايق احنا عندنا تقريبا ودية مع بلجيكا وبلجيكا متأهلة لكاس العالم برضو اعتقد هتبقى ودية مهمة جدا بص حضرتك هو احنا طبعا كان فيه مباراتي مش مبارة واحد كان فيه مباراة مع الكويت ومباراة مع المنتخب بلجيكا أنا شايف توقيتات المباراة بالذات بلجيكا صعبة جدا بس طبعا صعبة المين صعبة علينا احنا في حاجة لازم يقى فيه تجمعات فيه معسكر كويس لان انت بتلعبي فريق الثاني على العالم مصنف الثاني على العالم منتخب بلجيك هيلعب معاك بعدها بربعة ايام هيلعب كاس عالم فطبعا فريق قوي جدا جدا وعنده لعيبة يعني حدس ولا حرك مستوى عالي جدا جدا يعني كفاية اسمه لوكاكو ده وفيه كيفين دي بروين بتاع المان سيتي وعندهم هازر عندنا ان شاء الله نعتمد على المحترفين على صلاح وتريزيجي ومرموش مع المجموعة اللي هنا مع حجازي مع الناس اللي برا مع طريق كل اللي بيلعبه خارج مصر بس انت ما كونوا مستعد المنتخب زي ده قبلها بفترة ان انت عاملة معسكر وعمل حاجة هتفري معاك انا خايف اروح اروح الشايل ثلاثة اربعة تجيب لنا احباط بس هي التجربة في حد ذاتها قوية جدا جدا واتفري مع المنتخب بناء على ايه بيتم اختيار الفرق اللي يعني يقرروا ان احنا نلعب معهم ماتشات ودية يعني مثلا في بلجيكا نفسها يعني التالب حدك تقول انها مرشحة للمشاركة انا اقول لك لعبونا ليه برضو حتة فنية لا احسن شايف اقول ان هم يلعبون ده مصطح انهم اكتر مهملين احنا اه بس اقول لك ليه عشان برضو يشوفوا للك كرة الافريقية عندهم في المجموعة على معتقد المغرب منعش كده بقول لك اه فالكورة شمال افريقية برفع عليك نقطة كويسة انت اصر ده فانا بوضحها لحضرك المغرب او تونس او الجزائر دول شمال افريقيا نفس الكورة قريبة من انا مش قريبة زي بعض احنا كعارب يعني ما جابوش مثلا فرقة من اسيا لان مجموعتهم ما فهمش حد من قارة اسيا فهيستفادوا بالتجربة لان ممكن هيلعبوا فرقة نفس مستوى المنتخب في مصر فيشوف اللعيد ده اللي بيلعب وصاده امكانياته الفنية البدنية فكره الحاجات دي كلها هيتطبقها مع المنتخب يلعب معي اخذ احساس زي ما انا مثلا ما ينفعش اروح اروح على لعب مثلا ايه اروح ملاعب البرازيل على طول انا كنادي لا اجيب فرقة قريبة من برازيل مثلا بس اكون تحت لحد ما اخد المتدرج المستوى اوصل لمستوى الاعلى سابعا الفريق البلجيكي انا شايف التجربة هتبقى كويسة اللي انا كمصريين او اللعيبة بتاعتنا وبعدين اللعيبة بتاعتنا لما بتلعب مع مستوى اقوى منك ايام الكابتن الحسن انت حيات الله يمسي بخير لعبنا مع المنتخب الإيطالي عملنا مبارات كبيرة جدا لما كسبنا بهدف حمص اذا بتلعب مع الفرقة دي انت بتعلى كمان كمستوى اللعيب كمستوى المدرب الفكرة قدامك تشوف مدرب على مستوى عالي وبتكتسب ثقة وبتكتسب خبرات كبيرة وبتكتسب ثقة فالماتش بتاع بلجيكي يبقى مفيد السنة مش بعدل على اتحاد الكرة انا بقول لوجه نظري لانتوقيت الماتش كان لازم نعمله معسكر قبل كده بس طبعا انت عارف عشان بطولة الدوري مش عايزين مؤجلات برضو الناس كانت مزنوقة حتة الماتش بياخده برضو رأي المدير الفني اللي هو بتاع المنتخب على اساس ان ايه هنلعب منتخب بلجيكي هنلعب المنتخب الكويتي وبرضو بيوافق على ايه على المبارات الودي هو كل المحترفين بتاعنا هيشاركوا تقريبا او لا اكيد ان شاء الله لان حضرتك هم هياخدوا اجازة هم في البطولات برا في دور الابطال او الدولات الاوروبية عشان كل المنتخبات بتاعتهم هرواح اكاس العالم فحتى المنتخب البلجيكي هيختم معاك بالمبارات الوديها عشان يلعب في كلاس العالم في قطر فدي تفرق المحترفين لازم يكونوا موجودين يعني صلاح ومرموش وترزيجير مصطفى محمد لازم يكونوا موجودين عندهم احتكالات قوية برا اه اه والنن اه والنن انا اسف انا نسيت النن لا اعادي على فكرة الموضوع بسيط اه لا 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 بتفرق معا جدا بص حضرتك النن ان النن الاعلام مش متسلط عليه زي صلاح لا لا انا بقولك صلاحة يعني يعني كان بيشتكب نوارد يعني في وسط الكلام اه بس اه لا عشان تقدير نوارد يعني اه تقدير لان يعني يكون موجود لو هو مش مصاب لك كان مصاب بالفترة اللي فاتت لو موجود مع حجازي مع طريق حمد الناس اللي هما في مصر هنا المحليين لعيبة كويسة جدا جدا وفورمة عالية جدا طبعا بس تي مشكلة دايما صغيرة وبتدينا نشوف لها نعكاسات مش لطيفة او في الفترة الاخيرة فكرة ان لعيبة المنتخب واللي هما بطبيعة الحال قوامهم الأكبر من لعيبة النادي الاهلي والنادي الزمال اللي هما كبا يعني معظم تشكيل المنتخب مش معظم على قال نسبة كبيرة من اللعيبة في المنتخب هما لعيبة النادي الاهلي والنادي الزمال فكرة انه مبقاش فيه مساحة وقت كافي قوي إن هما يلتقوا في معسكرات ما أكيد الموضوع ده برضو بيأثر على الأداء في المتشاط بص هو الهيك الأساسي بتاع المنتخب معروف وإحنا على المحترفين دول ظهروا فجأة إحنا ما كانش عندنا محترفين مع الكابتن حسن شحاته كان في زدان بس كان فيه فترة تجمعات كويسة فترة التجمع كابتن بتفرق بتعمل وانضباطية اللي كله بتركيز وبتعمل ألفة والانسجام اللي حضرت تفضلت به فتلاقيوا مرايبين بينزلوا مرايبين من بعض المحترفين بيجوا على المتشاط دي في كل الدول مش لازم بس اللعيب المصريين هم معرفين هتلاقي مثلا مثلا الزمالك مثلا مرايبين زيزي أمام عشور هتلاقي مثلا فيه اثنين في الافتحات فيه اثنين مثلا في المصري وفي الآخر البرامدس فالمدرب بيجي في الآخر بيختار الهيك الأساسي معروف زي كروش كان الفرقة معروف بيخش عنصر أو عنصرين أو ثلاثة مع الفرقة حتة الانسجام بيجي بقى لأنه برضو هم أقرابين من بعض وكابتن محمود الخطيب يرجع لنا بألف سلامة أتمنى الشفاء العاجل لأخويا وصديقي وزميل الملاعب كابتن محمود صالح إن شاء الله يقوم بالسلامة بإذن الله نورتنا كابتن شدي هنروح فاصل مع حضراتكم وحنرجع بس كريم هو اللي هيرجع وهيكون مع الفقرة التبية فاصل ونرجع لك